أعلن مكتب الصحة في محافظة تاعز عن وفاة خمسين حالة بمرض الحصبة في جميع المدريات المحررة في المحافظة خلال الأيام الماضية جاء ذلك في ندوة توعوية أقامها مكتب الصحة لمناصرة حملة التطعيم ضد فيروس الحصبة والحصبة الألمانية وتدارست الندوة الأسباب التي تقف وراء انتشار المرض في الأيام المرضية بمدينة تاعز وفي مقدمتها إيقاف ميليشيا الحوثي الإرهابية لحملات التطعيم طبعا اليوم عقدنا ندوة توعوية لمناصرة الحملة الوطنية الطارية للوقاح ضد الحصبة والحصبة الألمانية هذه الندوة مهمة جدا لأن تكون توصل إلى المجتمع وخصوصا المعنيين من المجتمع المؤثرين في المجتمع وهم طبعا القضاء والإعلاميين والمشايخ والوقهاء والعقال هؤلاء نحن نعتبرهم في القاضيهم أساس عمادة توصيل الرسالة الصحية الصحيحة إلى المواطنين بحشد أطفالهم وتوقيهم إلى مراكز التلقيح والذي ستكون إن شاء الله ستبدأ هذه الحملة يوم 23 إلى 28 في جميع مديريات المحافظة المحرمة ترجمة نانسي قنقر